لا تخشى إلا الله إن كنت موحدا حقيقة إذا قرأت قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وتسليما وقالوا حسبنا الله ونعما وكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم التوحيد التوحيد أن لا ترى مع الله أحدا أن ترى أن يد الله فوق أيديهم أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله وأن كل شيء أراده الله وقع وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالغير المطلق أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخليس من الطيب ما هذا التداخل؟ ما هذه الضبابية؟ ما هذا التقييم المائع؟ كل من دخل المسجد حسب مسلما ولكن دقق في حياته اليومية ألم أقل لكم من قبل لو دقت في حياة المسلمين وجدتهم عمليا لا يؤمنون بالآخرة يعملون عملا لا ينبئ أنهم يخافون الآخرة يأكلون أموال بعضهم بعضا يعتدون على أعراض بعضهم بعضا يأخذون ما ليس لهم يتجاوزون حدودهم جدد إيمانك بالله إياك أن ترى أن مع الله أحدا حتى إذا أخذت الأرض زخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس ليس مع الله قوي القوي هو الله ليس مع الله ذكي الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردنا على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال يؤتى الحذر من مأمنه لا ينفع حذر من قدر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب أيها الإخوة الكرام يجب أن نوحد يجب أن نعقل آيات التوحيد يجب أن لا نرى مع الله أحنا يجب أن نرى أن يدى الله فوق أيديهم لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يقول لك عبدني وأمرك بيد غيري أمرك بيد قويا لا يرحمك أمرك بيد حاقد لا يحبك أمرك بيد جهة تحب أن تسحقك إليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله لله بيده مقاليد السماوات والأرض إياك أن تنساق مع الإعلام الغربي إياك أن تخاف مما سوى الله إياك أن تعتقد أن الله خلق الخلق وترك ضعيفهم لقويهم وفقيرهم لغنيهم إياك أن ترى أن الله خلاقا وليس فعالا ينبغي أن تعلم أن الله في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله لو أن ورقة سقطت إنه يعلمها وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نحن الآن في أمس الحاجة إلى التوحيد أخوف ما أخاف على أمتي الشرك هكذا قال عليه الصلاة والسلام أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا هذا النوع من الشرك ولا إلى غير نجعة أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله الشرك أخفى من دليل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على جور أن تحب جائرا أن تحب عدوا أن تعظم كافرا من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا أو أن تغضر على عدل إن انحرف سلوكك وجاء من ينصحك على انفراد وقال لك اتق الله يا رجل إذا أخذتك العزة بالإسم فهذا نوع من الشرك نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد والتوحيد قمة العلم وما أرسلنا من رسوله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكره لا تؤخذ بوسائل الإعلام لا تؤخذ بالتهويل لا تؤخذ بالتخويف لا تؤخذ بالقوة التي لا تقبر صنعت باخرة في مطلع هذا القرن وكتب في نشرتها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها غرقت في أول رحلة النهر صنعت مركبة وسميت المتحدي بعد سبعين ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهم لا يمكن أن يدع الله متألها إلا يقسمه لا يمكن لا يمكن أن يدع الله متألها إلا يقسمه العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أباني أول حل أن نعمق التوحيد أن نعمق التوحيد لا تلقي بالا إلى خبر ولا إلى تصريح ولا إلى تهديد إلا أن تكون موحدا لله الذي خلقك منع أحدا عن أن ينهي حياتك منع أحدا عن يأخذ رزقك كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تخرب أجلا أيها الإخوة الكرام ثانيا لا بد من التوبة التوبة والاستغفار والتسبيح سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما لهما قول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بذوبة إذا عددت هذا الذي حصل بلاء للمسلمين ما نزل إلا بذنب ولي رفع إلا بالتوبة أول شيء وحد ثاني شيء تب من كل ذنب استغفر وتب راجع حساباتك اعمل جردا لما أنت عليه لبيتك لخروج زوجتك لخروج بناتك لكسب مالك لإنفاق مالك ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة أيها الأخوة الكرام الشيء الثالث العبادة والعمل الصالح العبادة في الهرج كهجرة إلي في زمن الفتن في زمن المال الحرام في زمن النساء الكاسيات العاليات في زمن الكذب في زمن يؤمن الخائن ويخون الأمين في زمن يصدق الكاذب ويكذب الصادق في زمن أن يسد الأمر إلى غير أهله في زمن أن ترى المصر قيضا والولد غيضا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا في زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل في زمن الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي فأو إلى الكهف أين الكهف اليوم؟ جامعك كهفك بيتك كهفك أعبد الله في بيتك وأعبد الله في جامعك ودع الفتن ما ظهر منها وما بطن أيها الإخوة الكرام عبادة متقنة صلاة متقنة فيها إقبال على الله صيام متقن غض بصر لط لسان ترك الملهيات ترك هذه المسلسلات ترك هذه الشناعات التي لا تغضي الله عز وجل كن مع القرآن كن من أهل القرآن كن من أحباب النبي العدنان املأ ساحة شعورك بمشاعر القدس التي تأتيك من معرفة الله أيها الإخوة الكرام الشيء الرابع أن تشتغل بالشيء المسمر هل لك عمل صالح؟ هل تستهلك وقتك استهلاكاً أم تستسمره استثماراً؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أربع المنجيات أن تؤمن وأن تعمل صالحاً وأن تدعو إلى الله والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف هل نقلت هذا العلم إلى أخ لك؟ إلى صديق إلى جار إلى قريب إلى زميل إلى ابن إلى زوجة يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الجهاد ذروة سنام الإسلام وفي حديث آخر من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق وفي قمة أنواع الجهاد وجاهدهم به جهاداً كبيراً هل وسعت دائرة المعرفة بين الناس؟ هل تنامت حلقات الحق حتى حاصرت حلقات الباطن؟ أليس لك لسان تنفق به؟ ألم يقل لك النبي بلغ عني ولو آية؟ يا أيها الإخوة الكرام لا بد من انتفاضة بالمعنى الإسلامي لا بد من أن ننتفض من واقعنا من تواكلنا من إهمالنا من تقصيرنا من كلمة لا الدأي من كلمة هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب لا تعاملنا بعمل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أعرابي لم يتعلم شيئاً قال له عظمي ولا تطن قال له النبي الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى قال كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقوا الرجل أيها الإخوة الكرام تركوا التنازع والخلاف التنازع والخلاف في صالح أعدائنا نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا نغلب مصلحة المسلمين على مصالحنا نغلب هموم المسلمين على همومنا نتعاون أيها الإخوة الكرام قال تعالى وَنَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وصف الأعداء قال تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى فما قولكم إذا كان المسلمون كذلك في اللقاءات مديح ما بعده مديح وسناء ما بعده سناء وابتسامة عريضة ومصافحة حميمة فإذا غاب عنك طعنت بعلمه طعنت بتقواه طعنت بصدقه وإخلاصه نحن مفتتون لذلك قال الله عز وجل فلسوا حظاً لما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة قالوا العذاوة والبغضاء لها قالوا إذا نسي أحدنا حظاً مما ذكر به وقع في عذاوة مع أخيه ما تحاب مؤمناً ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحده أيها الإخوة الكرام التفاؤل لا تكن متشائماً يا أيها الإخوة هذا تعلمونه جميعاً لكن حللوه يقول النبي يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى يعني يا رسول الله إنك سوف تصل للمدينة سالماً هذه سقته بالله وسوف ينشئ دولة في المدينة وسوف يحارب أقوى دولة في العالم وسوف ينتصر وسوف تأتيه غنائم كسرى ويا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى أرأيت إلى ثقة النبي بالله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظلون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً وهذا نوع من الزلزال زلزال نفسي خوف مهلع وكل يوم خبر في تهديد رؤوس نووية حاملات طائرات كل يوم في خبر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً معركة الخندق عملية فرز فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروره أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قصر وكسر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً أنت مع الله في الرخاء وفي الشدة وفي التهديد وفي التمكين وفي الغنى وفي الفقر وقبل الزواج وبعد الزواج وفي حلك وفي سفرك أنت مع الله وما بدلوا تبديلاً أيها الإخوة الكرام شيء آخر يجب أن تستشعر مبادئ الأخوة بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة في شتى بطاع الأرض يجب أن تستشعر أن المؤمنين إخوة فيما بينهم لذلك ينتج عن هذا أن يكون ولاؤك للمؤمنين أن لا تعين كافراً عليهم أن لا تتملق كافراً وتتخلى عن المؤمنين هذا إذا كنت مؤمناً ولاؤك لجميع المؤمنين فإن لم تجد في سلوكهم ما يؤكد كمال إيمانهم اطلب من الله لهم نصراً تفضلياً إن لم يستحق المؤمنون نصراً استحقاقياً اطلب من الله لهم وادعوا الله عز وجل أن ينصرهم نصراً تفضلياً قال تعالى غللت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غللهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يجب أن يكون قلبك معهم مشاعرك معهم دعاءك لهم لأنهم مؤمنون لأن آلاف النقاط تجمعك معهم أيها الإخوة الكرام ويجب أن تسعى لنجدته وتقديم العون له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازياً فقد غزاً ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزاً يجب أن تتعاقف معهم وأن تواليهم وأن تتمنى لهم النصر وأن تدعو لهم ويجب أن تسعى لحل مشكلاتهم فيما يتاح لك أيها الإخوة الكرام ويجب أن تتعاقف معهم ويجب أن تتعاقف معهم واحداً لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرفوص أيها الإخوة الكرام سمعت كلمة آلمتني أشد الألم قالوا في بلاد الغرب هذا الذي حصل سنستفيد منه إلى أقصى درجة خطط مرجاءة إلى عشر أعوام قادمة بدأت تنفذ الآن استفادوا من هذا الحدث أيعقل أن يستفيد الشارد عن الله من حدث ونحن كمؤمنين لا ننتفع بهذا الحدث إذا قالوا هناك سوف نستفيد من هذا الحدث إلى أقصى درجة ونحن أيضاً ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة أن نعود إلى الله أن نحكم اتصالنا بالله أن نتعاون أن لا نتنازع كما أنهم بدأوا ينفذون خططاً مرجاءة إلى عشر سنوات قادمة جاءهم التبرير جاءهم الغطاء ونحن ينبغي كمؤمنين أن نستفيد من هذا الحدث فنتعاون ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فنتوب إلى الله ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فيحب بعضنا بعضاً أن نضع الدنيا تحت أقدامنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يجب أن نوقن أن الله لي تخلى عننا إطلاقاً أيها الإخوة الكرام هذه النصائح السبع أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في قلوبنا وفي عقولنا وأن تترجم إلى سلوك نتعامل به إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال جنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيعه نحتاج إلى انتفاضة دينية نحتاج إلى مراجعة للحسابات نحتاج إلى إقامة الإسلام في بيوتنا جميعاً أنت مسلم وبيتك يجب أن يكون إسلامياً يتلى فيه القرآن لا نسهر حتى الساعة الخالسة وراء أقنية المجاري أقنية المجاري كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة جفاف ما بعده جفاف الأنهار كلها جافة ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية رخص لحم النساء فغلى لحم الضأن قل ماء الحياة فقل ماء السماء اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة العين تزني وزناها النظر دققوا أيها الإخوة العين تزني وزناها النظر هذا الذي يرى على الشاشة الصغيرة ماذا يرضي الله كيف يقبل على الله كيف يصلي قيام النين كيف يذكر الله صباحاً أيها الإخوة أقول لكم مرات عديدة الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أيها الإخوة حقيقة ثاني أرددهما كثيراً ونحن اليوم في أمس الحاجة إليهم أولاً لا تقلق على هذا الدين إنه دين الله ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح اقلق على نفسك فقط لا تقلق على هذا الدين إنه دين الله ولعلك ترى إن شاء الله من خلال هذه الأحداث الرهيبة أن النتائج تعود أفضل مما كانت على هذا الدين لأن الله عز وجل يقول ليظهره على الدين كله قبل خمسين عام ليس في الأرض كلها إنسان يحب أن يعرف ما الإسلام أما الآن في القارات الخمس هناك من يقول ما هذا الدين ما هذا الدين ما هذا الدين الذي وقف في وجهي أعتى قوة في العالم شيء لا يصدق رب ضارة نافعة لكل واقع حكمة قد نجد بعد حين أن هناك نتائج إيجابية العقل لا يتصورها جاءت لما حدث إن الذي وقع وقع بمشيئة الله وبإذن الله وبإرادة الله والله سبحانه وتعالى يريد الخير للبشر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لم يقل بيدك الخير والشر قال بيدك الخير الشر المطلق ليس له وجود في الكون الشر المطلق يتناقض مع وجود الله أبداً في شر نسبي في منظور الناس شر نسبي لكن الشر المطلق لا وجود له في الكون أيها الإخوة الكرام الفكرة الثانية أنه ينبغي ألا ينفرد الباطل بالساحة ينبغي ألا ينفرد بالساحة ولو أنها بؤرة صغيرة ولو أنها مساحة صغيرة يتلى فيه الحق لذلك كن داعية إلى الله الدعوة إلى الله فرض عيني انقل الذي سمعته أو خذ شريطه وانقله واسع دائرة الإيمان واسع دائرة المعرفة بصر الناس بواقعهم لذلك من الأبعية التي أدعو بها أحيانا اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والوهم اللهم انقلنا من ظلام الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات فيا أيها الأخو الكريم راجع حساباتك هذا الذي حدث ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة لا أن نسمح للطرف الآخر أن يستفيد منه نحن أولى أن نستفيد منه والحمد لله رب العالمين